ومع بدء جلسات الاستماع أكد وزير العدل بجنوب إفريقيا رونالد لامولا إن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على قطع غزة وانتهكت اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية وشدد ممثل جنوب إفريقيا أمام المحكمة على أنه لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي دولة أن يقدم أي تبريل الانتهاكات الاتفاقية في السادس من أكتوبر 2023 وكل يوم خلال عام 2023 قطع غزة على الأقل قامت إسرائيل بالسيطرة من خلال الجو والبر والبحر وبقطع المياه والكهرباء والبنى التحتية والدخول والخروج من غزة ممنوع بشكل كبير حيث أن إسرائيل لديها نقاط تفتيش وتستمر في السيطرة بشكل كبير وذلك على أرض غزة إسرائيل لا تزال معتبرة من قبل المجتمع الدولي تحت الاستعمار من قبل إسرائيل ونقوم بإدانة استهداف المدنيين وحماس والمجموعات الفلسطينية الأخرى لا يوجد أي هجوم بغض النظر حتى وإذا كان الهجوم الذي أدى إلى فضائع لا يعد مبررا أو دفاعا لأن نصل إلى خرق هذه الاتفاقية ترجمة نانسي قنقر